موسيقى تنفيذا لتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة باستمرار تقديم المساعدات الاغاثية الى كل من سوريا وتركيا في اطار الدعم والتضامن المصري مع ابناء الشعبين اعقاب الزلزال المدمر بكلتا الدولتين موسيقى غادرت سفينة امداد تابعة للأسطود البحري التجاري المصري من ميناء العريش البحري متجهة الى ميناء اللاذقية بسوريا وميناء ميرسن بجنوب تركيا لتفرغ حمولتها من مئات الاطنان من المساعدات الاغاثية المقدمة من وزارتي الدفاع والتضامن الاجتماعي وبيت الزكاة والصدقات المصري التابع لمشيخة الازهر الشريف وصندوق تحيا مصر ومن المقرر دفع تلك المساعدات الى المناطق المنكوبة بسوريا وتركيا للمساهمة في تخفيف الاثار الناجمة عن الزلزال المدمر موسيقى وأعرب مسؤول الدولتين عن عميق الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية باسمي وباسم الشعب بمحافظة ميناء اللاذقية نتشكر كتير كتير الشعب المصري نحن شعب واحد أخوة بتربطنا أخوة وعلاقات وطيدة على مر الزمن نحن نشكرون من القلب على هذه المبادرات وعلى الوقفة الوطنية القومية الشجاعة مع أهلهم بسوريا مع أهلهم بميناء اللاذقية تقديم هذه المساعدات لحتى نطلع من هذه المحنة وإن شاء الله مستمرين مع بعض إيدي بإيدي ومرجع على الهدية إن شاء الله أحسن وذلك تزامنا مع زيارة السيد سامح شكري وزير الخارجية لتركيا وسوريا في إطار التضامن المصري مع كلتا الدولتين أعقاب الزلزال المدمر حديثي مع معالي الوزير على الأولويات لدي أشخاصنا في تركيا فيما يتعلق باحتياجات من مساعدات وسوف نعمل على توفير ما نستطيع منها لمواجهة هذه الكارسة ورافع بقدر الدمكان الألام للمصابين وتوفير صبل الإعاشة لها تأتي تلك المساعدات استمرارا للدور المصري الرائد تجاه مختلف الدول الشقيقة والصديقة وتقديم الدعم والتضامن الدائم في أوقات المحن والأزمات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر